اشتركوا في القناة 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 حرصا على تقديم أفضل وأرقى الخدمات احد أهم الإدارات العاملة في الميدان ومواجهة الجمهور مباشرة ومن مناسبة اقبال زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظير ما يشهده المسجد النبوي من أعداد كبيرة خلال هذه الأيام الفاضلة فهي تعمل بمشاركة الإدارات الميدانية بوكالة الرئاسة وقوة أمن المسجد النبوي والمجموعة المشغلة وتهتم كذلك بالارتقاء بالخدمات والسلوك الحضاري بالمسجد النبوي مع التركيز على حسن التعامل مع الزائرين وترك الانطباعات الجيدة لدى كل منهم وإفادتهم بما ينفعهم إن العمل لهذه المجموعة الكريمة من زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكمال فرحتهم لهذه الأيام الفاضلة وسط منظومة متكاملة ومترابطة من الخدمات في جو مفعم بالإيمان والإطمئنان يأتي من أولويات إدارة شؤون الزائرين ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وتماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر أيدهم الله للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين ونقل الصورة المشرفة عن هذه البلاد المباركة دارت فيهم الزيارة إحدى الإدارات المتخلة التي قدم خدماتها للحجاج الزائرين في المسجد النبوي واستعداداتنا للحج تأتي مع بداية بعد كل نهاية حج نبدأ بعمل خطط ودراسة وخطط والموسم العمرة ثم بعد ذلك الحج ومبدعياً نبدأ بالكادر وظيفي لدينا أكثر من عشر تسع موظفين متوزعين على خدمات يقدموا خدمات بين المسجد النبوي مركز المطار في مكتب المطار في مطار الأمير محمد العبد العزيز أولاً الخدمات التي تقدم في مطار الملك نحن نهدف إلى استقبال الحج قبل وصول المسجد النبوي بتقديم كل منشورات أو من أرشادات وكتيبات لاستفادة عند وصول المسجد النبوي يجد كل شيء واضح له يتسلم وكذلك هنا داخل المسجد النبوي لدينا مركز خدمات للزائرين في الساحات المسجد النبوي وكذلك عندنا مراكز خدمات ميدانية للرد على استفسارات الحجاج وتوزيع كتيبات ورشادية للخدمات المقدمة في المسجد النبوي بالإضافة لذلك لدينا كذلك متابع الخدمات المقدمة في المسجد النبوي بمتنسيق مع جميع الإدارات والرد على استفسارات الحجاج والزائرين على جميع ما يقدم في المسجد النبوي إلى هنا مشاهدنا الكرام ومن مسد المصطفى صلى الله عليه وسلم نكون قد انتهينا من جولاتنا بين أروقة الحرمين نتمنى أن قدمنا لكم جزءاً بسيطاً من خدمات المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين وفي خدمة ضيوف الرحمن نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة في أمان الله كامالا أشهد الله إبداة للأمان أشهد الله أشهد أشهد الله وكامالا حي اشتركوا في القناة